وقع سمو شيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى حفظه الله رئيس المجلس الأعلى للبيئة وسعادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية الشقيقة مذكرة تفاهم تتعلق بمجال حماية البيئة والشؤون المناخية وصون الطبيعة وذلك بحضور سمو شيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وسعادة السيدة سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى المملكة وتأتي مذكرة التفاهم الموقع بين البلدين انطلاقا من أهمية دعم التكامل والتعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقع بين المجلس الأعلى للبيئة ووزارة البيئة في جمهورية مصر في القاهرة عام 2007 وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية الشقيقة الرائدة محليا وإقليميا ودوليا في مجال المحافظة على البيئة كما تعتبر خطوة جديدة وناجحة لما تمتلكه من خبرات ومعلومات في هذا الشأن وأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي بهدف الارتقاء بمستوى المحافظة على البيئة وتلوث الهواء والمياه والتنوع الحيوي وحمايتها وإدارة النفايات وتغير المناخ وتعزيز أهداف التنمية المستدامة وقال سموه إن مملكة البحرين وفي ظل توجيهات السامية والرؤية الثاقبة والدعم لا محدود من سيد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدأ يده الله ورعاه تول اهتماما خاصا بالمجالات الاقتصادية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة وأكد سموه شيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن هذه الاتفاقية تتيح الفرصة لدعم التنسيق بين البلدين الشقيقين في المواقف لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة ووضع الدراسات والخطط والبرامج المتعلقة في هذا الاختصاص وأشار سموه رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة تتيح الفرصة لتبادل واكتساب معلومات وخبرات جديدة تسهم في تطور العمل البيئي من جانبها أشادت سعادة الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية الشقيقة بالدور الفعال لمملكة البحرين في مختلف المجالات البيئية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي معربة عن رغبة بلادها في تطوير التعاون وتعزيز الشراكة مع مملكة البحرين حول القضايا البيئية وتشتمل الاتفاقية على مشروع برنامج تنفيذي لعامي 2019 و2020 يهدف إلى تنفيذ البرامج والأنشطة البيئية وتفعيله في البلدين الشقيقين وإعداد مشاريع مشتركة للتعاون وربطها بأهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والوصول إلى سياسات ونتائج مشتركة تشرفنا بحضور سيدي سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة حفل توقيعه لمذكرة التفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية مصر الصديقة مذكرة التفاهم تكلم عن التعاون في المجال البيئي بين الطرفين تبادل الخبرات البيئية مصر تلك الكثير من التجارب الناجحة خصوصا في الجانب التشريعي والتشريعات البيئية نود تود مملكة البحرين الاستفادة من هذه الخبرات المملكة البحرين اليوم تمثل الآسيا والبسفك في الجمعية العامة الممتحدة كون نحن نائب رئيس الجمعية العامة الممتحدة كذلك يجب علينا أن ننظر إلى أهمية دور الدول العربية في تفعيل دورها في الجمعية العامة الممتحدة تناقشنا حول كيفية تفعيل هذه الاتفاق وكيفية تفعيل دور الجامعة العربية والدول العربية في المنصات الأممية عندنا هذه الاتفاقية بتهدف إلى دعم التعاون الثنائمة بين مملكة البحرين وبين جمهورية مصر العربية في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها بتتناول الاتفاقية موضوعات مختلفة وهي الحد من تلوث الهواء وتلوث المياه الإدارة السريمة للنظم البيئية وكذلك المحميات الطبيعية أو الحفاظ على التنوع البيلوجي بدأنا بالتوقيع النهاردة لكن تحدثنا مع المجلس الأعلى للبحرين على كيفية تفعيل دورا قبل توقيعه واتفقنا على الحد من التلوث ونظام تقييم الأثر البيئي والتفتيش البيئي كأولوية من خلال زيارة لمجموعة من الخبراء من المجلس الأعلى للبحرين إلى قاهرة للنظر إلى النظام المصري في تقييم الأثر البيئي والتفتيش والإلزام ونظام الإدارة البيئية كخطوة أولى لتفعيل هذا الاتفاق ترجمة نانسي قنقر